في القانون الدولي وفي معادلة الصراع لا يجري التقييم على هكذا أسس هو تهديد وهناك مصدر التهديد وحق الرد على النيران تعاد في إدارة الصراع بين الدول مكفولة حتى بالموجب القانون الدولي فإذا نحن مع معادلة خطرة جدا مصدر النيران فيها يكون العراق علما أنه من هذه العمليات هي عمليات تستهدف نتنياهو أي بمعنى رئيس دولة ونأخذ الذي حصل في محاولة اختيال ترامب وبعض الجهات التي علقت القضية على أن إيران هي تقف خلف هذه القضية مما دفع إيران تلافيا لأن تكون لها إشكالية مع القالون الدولي ومع الأمم المتحدة قدمت تعهد بأنها لم تكن تقفى تقف خلف عمليات الاغتيال ولن تستخدم أي وسائل أخرى في استهداف ترامب علما أن ترامب كان خارج السلطة يعني لم يكن رئيسا فما بالك لو كان رئيس في القانون الدولي استهداف الرئيس فهو بمثابة إعلان الحرب فإذن نحن معادلة هو دخول العراق كطرف في الحرب بشكل مباشر على اعتبار أنه من العراق تنطلق للدرونات أو الصواريخ فضلا عن أنها تمثل امتدادا لتوازنات صراع أقليمي يجعل العراق مصطفا إلى الولايات المتحدة بعيدا عن التعاهدات التي قدمها العراق للولايات المتحدة